اتحاد العام العمى الجزائريين ثابت عن مبادئه المترصخة يثمن مسعى ومبادرة سيد رئيس الجمهورية من خلال دعوته لكافة الجزائريين بدون استثناء لوحدة الصفوف للم الشمل لتوحيد المبادرات وتوحيد الأفكار والرؤى من أجل النهوض بالبلاد بما يخدم مصالح الشعب الجزائري بما يخدم ازدهار الجزائر بما يخدم قوة الجزائر نحن كاتحاد عام العمى الجزائريين خاصة اليوم سيد رئيس الجمهورية بهذا اللقاء ومن خلال النقاش ومن خلال هذا اللقاء ثبتنا استعدادنا مرة أخرى للمساهمة من خلال هذه المبادرة للوصول إلى أهدافها السامية بما يخدم مصلحة الوطن بما يخدم وحدة الوطن بما يخدم لحمة أبناء هذا الوطن وفي نقاشنا تكلمنا كذلك على الجانب الاجتماعي الجانب الاقتصادي في هذا الجانب أطمئننا لرؤية سيد رئيس الجمهورية في هذا المجال رغم المشاكل الاقتصادية رغم الوباء كورونا لدام لأكثر من سنتين رغم كل من جرى على هذا الوباء رغم هذا كان تواجد الدولة الجزائرية من قرارات الحكيمة لسيد رئيس الجمهورية للعمل إلى جانب العمل وتخفيف العب وإسقاطات هذا الوباء على الجانب الاجتماعي العمال هذه من جهة ومن جهة أخرى رغم نقائس لبعض الأحيان نلاحظها فيه استعداد لسيد رئيس الجمهورية في المراحل المقبلة وربما حتى أوائل العام المقبل فيه مجال آخر يكون فيه إعادة النظر من خلال رؤية حكيمة لسيد رئيس الجمهورية بالوضع الاجتماعي للعمال وقدرات شرائية للعمال فيه زيادة على زيادات السابقة لكان أجرها على أجور العمال فيه زيادات أخرى راح تكون عن مراجعات تدريجية في كل مرحلة إن شاء الله ومن جانب آخر حتى تأكد لنا سيد رئيس الجمهورية أن استمرارية الدعم الاجتماعي ملأ مفر منه كذلك أن فيه إعادة النظر في سياسة الدعم لكن سياسة الدعم راح تخدم أكثر طبقة المتوسطقة والطبقة الضعيفة وهذه السياسية فيه يعني اليوم قرار سيد رئيس الجمهورية إعادة النظر بطريقة تخدم كل الفئات طريقة تخدم مداخل العمال طريقة تخدم قدرات العمال وحياتهم العائلية وشخصية إن شاء الله